واصعب شكل من اشكال التمني هو ان الانسان بقى احنا نحن نوصل بقى للناس بيصطلح عليه الى اعلى مستويات العيش بالتمني وهو ان يتعامل الانسان مع مولاه بالتمني فيكتفي ان هو بيحب ربنا وما يعملش اي شيء اي شيء لا ياخد بالاسباب ولا يكتاد في العبادة ولا يعمل اي حاجة وده اللي انا بسميه بقى المقابل بتاع التدين الكمي وهو التدين بالتمني وده المصطلح لازم نتكلم عنه كتير زي ما بنتكلم عن التدين الكمي لازم نتكلم عن التدين بالتمني حضرت النبي صلى الله عليه وسلم معلمناش العطالة والبطالة تحت زعم الحب معلمناش اننا نكتفي بالحب من غير معامل معلمناش اننا نكون على سوء اخلاق وندعي الحب الحب ما جاء الا اللي ترى افتقارك بينا يدي الله سبحانه وتعالى في الناس الحب افتقار الحب انكسار الحب اقبال الحب حسن اعمال الحب نزع عن النفس كل الاخمال المليئة بالاوزار فعن من اخلاق المحب الصادق انه يجعل الله انا اسف يعني اهونا النظرين اليه وكلما نادى الله عليه لاجل اللقاء انشغل وتولى بعض الناس يقولولنا سيبوا الناس سيبوا الناس انا ما بتعملش في التحكم على الناس انا بتكلم في اصلاح الناس في تغيير الناس ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسه انا بتكلم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يتكلم على الكيس والغافر الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ما احنا مش على فكرة احنا على فكرة مش هناخد معاملتنا مع الله من حد غير من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كل ان كنتم تحبون الله تحبون الله فاتبعوني في عمل اهو يحببكم الله فالحب له امارة له عمل لكن تعصى الاله وانت تزعم حبه ما ينفعش فانت لازم ببساطة خالص تسعى ولذلك اللي حاصل الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت عمل الى اللقاء عمل بمحبة لله سبحانه وتعالى والغافل من ايه يا سيدي من ايه يا حبيبي يا رسول الله من ايه من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الامان ما حدش هنا يستدللي بحديث ان الراجل كان بوجلد وايه اللي حاصل والراجل يقول ما زالت نفسه تتقلب ولاي حتى يأتي في وجلد كالكلب قال اسكت لا تكن عونا للشيطان على اخيك فانه ما زال يحب الله ورسوله لانه تاب تاب وجه وهو في طريقه الى الله فهو جي ايه اللي بيحصل مش متبع لنفسه هواها وبيدعي الحب لكن تاب واستغفر واقبل على الله واحنا ما بنقولش ان اصحاب المعاصي خلاص انتهت العلاقة بينهم بين الله ما حصلش بس في نفس الوقت احنا مش بنقر الناس على معاصيهم احنا بنقول لهم ان انهم لابد ان يذهبوا الى باريهم الى حبيبهم ونزاك ما ينفعش ان الواحد واقف كده ويدعي ان هو محب لازم يتحرك ويقبل على مولاه سبحانه وتعالى اشتركوا في القناة